مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تكون الأجواء حارة واستمرار الأجواء الحارة استمرار الموجة الحارة استمرار تأثر المملكة بالكتل الهوائي الحارة فلذلك أجواء حارة في موضم مناطق المملكة شديدة الحرارة في الأغوار والعقبي وأثناء الليل تكون درجات الحرارة أكثر من المعتاد بشكل واضح وغير مريحة أيضا مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة القادمة عبر الجزيرة العربية باتجاه المملكة وبالتالي تستمر الأجواء حارة يستمر تأثير الموج الحارة على المملكة تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح في معظم مناطق المملكة وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء حارة نسبيا درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 24-25 درجة مئوية أعلى من المعدل بحدود 5 درجات المعدل الصغرى في مدينة عمان هو 20 درجة مئوية إذن نتوقع أنها تكون الصغرى ما بين 24 و 25 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غادر الأحد أجواء حارة في عمان بتكون العظمى ما بين 36 إلى 38 الصغرى بتكون بحدود 25 درجة مئوية إذن أجواء حارة درجات الحرارة أعلى من المعدل الأثنين أيضا تكون مع بين 34 إلى تقريبا 36 درجة مئوية استمرار الأجواء الحارة تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وأيضا الصغرى بحدود 24 درجة مئوية الثلاثة يطرى انخفاض أو بعض الانخفاض على درجات الحرارة تخف قليلا لكن تبقى الأجواء حارة تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها والعظمى بتكون ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية على الأقل والصغرى بحدود 23 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة ففي المناطق الشمالية إربت 39-24 عجلون 38-24 جرش 40-26 المفرق 40-23 أجواء حارة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة المنطقة الوسطى عمال ما بين 36 إلى 38 البلقاء 37 العظمى والصغرى 26 عمال الصغرى بحدود 25 درجة ومأدبة 35-26 البحر الميت أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 44 إلى 33 والزرقاء 40 إلى 25 درجة مئوية المنطقة الجنوبية أيضا أجواء حارة الكرك 37-25 الطفيلة 35-26 الشراء 34-23 ومعان أجواء حارة 39-25 العقبة شديدة الحرارة 44 إلى 32 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة الأزرق 43-25 الصفاو 42-23 والرويشد 41 إلى 25 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة